اشتركوا في القناة اختاري مفهومين ما يلي وعرف أو عرفي بهما الكون التعريا التجوية الكوكب السيل الجبلي اذا هنا سنختار جوج ديال المفهومين ونحاول نعطي التعريف ديالهم اذا سنختار الكوكب ونختار التعريا اذا الكوكب هو جرم مظلم يستمد نوره من النجم الذي يدور حوله بالنسبة للتعريا هي عملية طبيعية تتفكك فيها التربة والسخور من سطح الارض السؤال الثاني اجيب او اجيبي بصحيح او خطأ بوضع علامة في المكان المناسب السؤال الاول يتكون باطن الارض من مواد سائلة ومنصهرة تسمى النوات الجواب صحيح بالنسبة للعبارة الثانية يتكون الوادي النهري من المجرى الاصغر والمجرى الاكبر والضفة والسفح الجواب صحيح العبارة الثالثة ينتج عن الدورة المحورية للارض تعاقب الفصول خطأ بل تعاقب الليل والنهار بالنسبة للعبارة الرابعة يدور القمر حول الارض خلال 24 ساعة الجواب خاطئ السؤال الرقم ثلاثة صنف أو صنفي العوامل المتحكمة في تغيير سطح الأرض الآتية في الجدول أسفله لدينا الزلازل التعرية البراكب التجوية استغلال المناجم المكشوفة إذن العوامل الداخلية والعوامل الخارجية إذن هذه العوامل سوف نصنفها في هذا الجدول العوامل الداخلية سنضعها في هذا المكان ثم العوامل الخارجية سنضعها في هذه الخانة لاحظوا بالنسبة للعوامل الداخلية هناك الزلازل والبراكين واستغلال المناجم ممكن أن نصنف استغلال المناجم من بين العوامل الداخلية رغم أن هناك من يتحكم فيها يعني العنصر البشري إذن يمكننا صبرها عوامل داخلية كما يمكننا اعتبارها عوامل خارجية إذن بالنسبة للعوامل الخارجية هناك التعرية والتجوية بالنسبة للتمرين للسؤال رقم أربعة إذا كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا بمدينة الرباط المغربية بتوقيت جرينيج فكم ستكون الساعة بمدينة موسكو الروسية التي تقع على خط طول خمسة وأربعين شرق جرينيج يجب توضيح طريقة الوصول إلى الجواب إذن الحادي ستكون الساعة هي الحادي عشر صباحا لماذا؟ لأن كل نطاق زمان شرق خط جرينيج يمثلوا واحد ساعة إذن خمسة وأربعين مقسمة على خمستاش كتساوي ثلاثة وثمانية زائد ثلاثة كتساوي حضاش إذن إحدى عشر ساعة إذن هنايا السؤال للاشتغال على الوثائق في مكون صربية على المواطنة لاحظوا يصل المهاجر المغاربة إلى البلد المضيف لهو فرنسا في ربيع عمرهم بحيث يجدون أنفسهم يعانون من التمييز العنصري وغياب المساواة لكونهم يستخدمون في أنشطة وفي مراكز عمل لا يرضى عنها الفرنسيون ويتلقون أجورا جد متدنية ويتجمعون في أماكن لا تؤمنوا فيها الشروط الصحية الأساسية ويخضعون لقوانين تعسفية وغير عادلة المغرب الإمفريالية والهجرة عبدالله البارودي 187 بتصريف إذن سوف نجيب عن أسئلة النص عرف أو عرفي ما تحته خط التمييز العنصري إذن التمييز العنصري هو أسلوب يميز بين الأشخاص على أساس الجنس اللون العرق والدين والمساواة هي عدم تمييز بين الناس في الحقوق والحريات بسبب اللون أو العرق أو الدين إذن السؤال الثاني حدد أو حددي الفكرة الأساسية للنص إذن الفكرة الأساسية لهذا النص هي مظاهر التمييز العنصري الذي يتعرض له المهاجرين في فرنسا المهاجرين المغاربة في فرنسا السؤال رقم ثلاثة بين نوع التمييز العنصري الذي يتحدث عنه النص إذن يتحدث النص عن التمييز العنصري على أساس العرق أو الأصل السؤال رقم أربعة عبر أو عبري عن موقفك منه أنا ضد التمييز العنصري على أساس العرق أو الأصل لأنه ينشأ عنه عدم تحقيق العدالة الإجتماعية وعدم ضمان حقوق الأفراد اقترح حلولاً أو اقترح حلولاً للقضاء عليه للقضاء على التمييز العنصري يجب توعية الناس بضرورة احترام الآخرين وعدم احتقارهم وكرههم والتعايش معهم يعني هنا يجب على الدولة أن تقوم بتوعية المواطنين على أساس احترام المهاجرين الأجانب وعدم احتقارهم وكرههم والتعايش معهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة دون تمييز عنصري إذن بالنسبة للتاريخ هو سؤال مقالي في مقوين التاريخ يختلف المجتمع الأسبراطي عن نظيره الآثيني سواء من حيث الفئات المكونة لكل منهما أو من حيث نظام الحكم اكتب موضوعاً مقالياً في عرض ومقدمة عرض وخاتمة تبرزين فيه الفئات المجتمعية الأسبراطية والأتينية وطبيعة نظام الحكم في كل منهما يعني هنا يجب أولاً مقدمة مناسبة مع أسئلة ثم العرض يعني في العرض يجب ذكر الفئات المجتمعين الأسبراطي والأتيني ونوع نظام الحكم في كل من أسبراطة وأتينة وخصائصهما وفي الخاتمة سنختار النظام الأفضل ونبرروا الاختيار ديالنا إذن من نسبة لهم المقدمة غدنقول تعتبر الحضارة الإفريقية من أرقى الحضارات القديمة والتي كانت أهم مدنها أتينة وأسبراطة وقد تميزت هذه المدن باختلاف مجتمعاتها ونظام الحكم فيها فما هي فئات المجتمع الأتيني والأسبراطي وما هي أنظمة الحكم في كل منهما بالنسبة للعرض سنقول أن المجتمع إن المجتمع الأسبراطي يتكون من ثلاث طبقات أهمها الطبقة الأسبراطية والتي تمثل فئة عريضة وهذه الطبقات تمتلك الأرض تليها فئة الأحرار وستتمتع هذه الفئة بحقوق مدنية دون السياسية ثم فئة العبيد الفئة الثالثة وهي فئة العبيد الذين يعملون في الأرض أما فيما يخص نظام الحكم في أسبراطا فقد كانت نظام أريستقراطي تتحكم فيه أقلية تستمد قوتها من تفوقها المادي والفكري أما المجتمع الأتيني فيتكون من فئات مختلفة تضم المواطنين الأتينيين والأحرار والعبيد يعني الأجانيب وهناك الأجانيب وهي فئات متفاوتة من حيث الحقوق السياسية والمدنية لكن نظام حكمها هو نظام ديمقراطي أساسه المواطنة والمساواة أمام القانون من خلال ما سبق يتضح أن أفضل نظام هو النظام الذي تعتمده أتين لأنه يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم إذن هكذا ستكون الإجابة عن هذا الفرد ترجمة نانسي قنقر